مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تكون الطقس معتدلا نهارا يميل للدفئ ظهرا وأيضا بتكون أجواء لطيفة أثناء الليل مشاهدينا فاصل ونواصل أما الخرارة التي تمثل درجات الحرارة فأنا نلاحظ أن المملكة ستكون خلال أيام القليلة القادمة تحت أثير كتلة هوائية معتدلة الحرارة بحيث تكون الأجواء معتدلا نهارا لطيفة ليلا وبالتالي فإن الأجواء المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة طقس لطيف درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 20 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يومي الأحد والاثنين طقس معتدل بالنهار لطيف بالليل الحرارة تقريبا أعلى من معدلها درجة الحرارة العظمى والعظمى يوم الأحد 28 الصغرى 18 درجة مئوية يوم الأثنين العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية يوم الثلاثة انخفاض قليل على درجة الحرارة بحيث تكون الأجواء ما بين لطيفة إلى معتدلة بالنهار وتكون لطيفة بالليل طبعا خلال هذه الأيام تظهر أحيانا بعض السحب على ارتفاعات مختلفة الثلاثة العظمى بتكون بحدود 25 والصغرى 18 درجة مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقع في المناطق الشمالية إربد 32-21 عجلون 30-21 جرش 31-19 المفرق 31 إلى 16 درجة مئوية المنطقة الوسطى البلقاء 29-19 مأدبة 28-17 عمان 28-18 والزرقاء 31 إلى 16 درجة الأغوار حار نسبي 35 إلى 26 درجة مئوية المنطقة الجنوبية أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل الكرك 29-18 والطفيلة العظمى 26 والصغرى 16 الشراح 23-15 ومعان 28-16 وخليج العقبة أجواء حارة نسبيا العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية المنطقة الشرقية أجواء حارة نسبيا الأزرق 33-18 الصفاو 32-17 والرويش العظمى بحدود 31-32 والصغرى 18 درجة مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينتي في الأردن مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري